افتتحت مراشحة تحالف القرار عن المشروع العربي سناء العساوي معهد ومجغل الأمل لتطوير مهارات المرأة العراقية في مزينة الفلوجة عضو التحالف سناء العساوي قالت إنه بدعم من الأمين العام للمشروع العربي الشيخ خميس الخنجر تم افتتاح معهد ومجغل الأمل لدعم المرأة الفلوجية وخاصة الأرامل مبينة أن هذه المشاريع الإنسانية تعد فرصة كبيرة لدعم هذه الفئة المهمة في المجتمع وتمكينها من إعانة ذويها التوجيه من القيادة في تحالف القرار العراقي الشيخ خميس الخنجر تم افتتاح معهد ومجغل الأمل لتعليم الخياطة استهدف هذا المعهد فئات معينة وهي فئات الأرامل تعليمهم وتطويرهم ويجب دمجهم بالمجتمع بتحفيز وتطوير مهارة فن الخياطة لديهم احنا هيئنا لهم المكان والأقمشة وكل وسائل التعليم ومدربات إن شاء الله ويتعلمون والإنتاج يكون لهم والأولادهم وهي بداية يعني بداية المعهد بالقاطع الجنوب وإن شاء الله احنا بصدها فتح مشاريع أخرى في مدينة الفلوجة